اشتركوا في القناة امير دولة الكويت الشقيقة فيما يلي نصها صاحب السمو والاخ العزيز الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح حفظه الله امير دولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وانا اغادر بلد ثاني دولة الكويت الشقيقة بعد انتهاء اعمال اجتماع دورة الخامسة والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تشرفت بالمشاركة فيه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ان اعرب لسموكم الكريم عن اسماءات الشكر والتقدير لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس عمق العلاقات الاخوية الراسخة بين بلدين الشقيقين كما اشيد بالدور القيادي البارز الذي توليتموه في انجاح هذا الاجتماع الذي يمثل محطة هامة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ابناء دول المجلس اسأل الله العلي القدير ان يديم عليكم موفور الصحة والعافية ويحاقق لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار وتفضلوا بقبول اطيب تحياتي وتقديري اخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير الى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة فيما يلي نصها سمو الاخ العزيز الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولي عهد دولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وانا اغادر دولة الكويت الشقيقة ان اعربا عن خالص شكري وامتناني لما لقيناه الوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس الروابط الاخوية والتاريخية العميقة بين مملكة البحرين ودولة الكويت كما اود ان اشيد بدعمكم المستمر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وجهودكم في نجاح اعمال الدولة الخامسة والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا لدولة الكويت الشقيقة وابنائها المزيد من التقدم والنماء اسأل الله العلي القدير ان يوفقكم لكل الخير ويحقق على المزيد من الانجازات لدولة الكويت الشقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكرا وتقدير الى سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة هذا نصها سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية يسرني أن أتقدم لسموكم بخالص التهاني بنجاح دولة الكويت الشقيقة في استضافة الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشرفت بالمشاركة فيها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كما أغتنم هذه الفرصة ليعبر عن خالص شكري وامتناني لما حظيت به والوفد المرافق من كرم ضيافة وحفاوة استقبال مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدين الشقيقين أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق لدولة الكويت وأبدائها المزيد من التقدم والإزدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحر هذا وقد كان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته دولة الكويت معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت وعدد من كبار البسؤولين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة